موسيقى سلام المسيح وأهلا وسهلا بكم بتأملنا لهذا اليوم موضوعنا هو هل فعلا حرف الكتاب المقدس هل انت سمعت هذا السؤال هل انت سألت هذا السؤال هل فعلا حرف الكتاب المقدس شو كان جوابك قبل ما اجاوب على هالسؤال محتاج انه اعرف لمن يعود الكتاب المقدس منه صاحب الكتاب الكتاب المقدس هو لله الله خالق السماوات والأرض الله الأزلي الأبدي الجبار اللي بكلمة منه خلق كل العالمين هل يعقل انه كلمة القوي تتحرف وين كان الله وقت التحريف من تقول انه الكتاب المقدس تتحرف معناته انك انت بتقول الله حاشا انه هو ضعيف وما قدر يحمي كلمته وبصراحة بالنسبة لي مو هذا الاله اللي يعني عرفه من الكتاب المقدس اذا ما افتهمت الكتاب المقدس هذا ما يعني انه هو انه الكتاب محرف انا شخصيا مقوي بالرياضيات لكن الرياضيات علم موجود وعميق واني محتاجة تقوى بيها وعدم انكارها كل الاوقات يثبت صحة الكتاب المقدس من عدة نواحي من ناحية جغرافية من ناحية تاريخية من ناحية الادبية اخلاقيا وتعاليم الروحية المقدسة في كثير اسئلة ممكن اسئلها للشخص اللي يدعي الكتاب المقدس اتحرف من هو اللي حرف الكتاب شو كد تحرف الكتاب شنو اللي تحرف بالكتاب ليش اتحرف منو دا يدعي بالتحريف وما قصدك بالتحريف من نقل الكتاب المقدس بنشوف بالتمثاوس الثانية صاحب الثالث ومن العدد 16 مكتوب كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي فيه البر لكي يكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عملا صالحا انا اكثر شي دا اشوف انه تأثير الكتاب المقدس بحياة الشخصية بحياة الالاف والملايين للتغيير الايجابي اكثر من ما دا اشوف انه هو متحرف وفعلا الكلمة بتغيرنا كلمة الرب بتغيرنا خلينا نصلي وريده شجعك انه فعلا قبل ما تتهم الكتاب المقدس انه تحرف ابدي اقرأ به وتعرف على التعليم اللي موجود به يا رب احنا بنشكرك من اجل كلمتك اللي انت يا رب اعطيتها النا كتاب المقدس يا رب اللي موجود بين ايادينا الكلام اللي انت يا رب كلمتنا من خلاله يا رب وصلي انه فعلا تفتح ايوننا لكي ما فعلا نفهم كلمتك اكثر واكثر نشكرك يا رب انه انت بتعرفنا فعلا بالكتاب من خلال الكتاب المقدس عن شخصك بتعرفنا ايضا عن حقيقتنا احنا باسم المسيح يسوع وصلي امين امين ورب يباركك موسيقى موسيقى